بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً لحديث أو احتمالية أن روسيا أرسلت طائرات لحفتر لدعم حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني اللي تركيا بتدعمها بشكل رسمي وباتفاق قانوني سليم 100% عرضنا الموضوع الأول وبعدين نقشنا الاحتمال الأول وفي الفيديو دوتا نناقش الاحتمال الثاني والثالث عشان نخلص القضية دي إن شاء الله قبل ما نبدأ منقشة الفيديو لو سمحتوا الإخوة الجلد يشتركوا في القناة والإخوة جميعاً يفعلوا جرس الإشعارات ولا تنسوا أن تعملوا إعجاب للفيديو عشان ينتشر وجزاكم الله خير في الفيديو السابق استبعدنا الاحتمال الأضعف اللي هو وجود صراع استراتيجي بين الأتراك والروس سواء في ليبيا أو سواء في سوريا لأن المسائل الاستراتيجية الأساسية المصيرية تربط تركيا وروسيا غصب عن الاتنين وبرغم الاختلاف الأيدوريجي بينهم وبرغم الصراع التاريخي بينهم إلا أن المرحلة تحتم على الترك وتحتم على الروس أنهم يتوحدوا في خندق واحد ضد الحلف الصهيوني اللي هيبتلع المنطقة كلها وهيحرق الأرض كلها وطبعاً الصين متمركزة مع الترك والروس والإيرانيين في بوتقة واحدة والاتحاد الأوروبي زي ما قلت لكم قبل كده بينتظر نتيجة المعركة واللي هيكسب الاتحاد الأوروبية هيروح معاه يعني سياسة اللي تجاوزهم يبقى عمي ده السياسة اللي بينتاجها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهل الاحتمال اللي هو التاني أن روسيا أرسلت الطائرات في ظاهر الأمر لدعم حفتر أنا أحب أرجع وأذكر وأشدد أن احنا لم نسلم أصلاً بصحة الخبر وبصحة الكلام لأن الروس نفع هذا الكلام والبنتاغون هو اللي قال هذا الكلام والصحف الأمريكية نقلت عن البنتاغون هذا الكلام ومسألة طبيعية أن البنتاغون بيطلح حرب إشاعات وأمور زي كده عشان يشعل الفتن والسياسة القديمة بتاعتهم اللي أنتوا عارفينها أنا أسلم بيعني من باب الجدل من باب الجدل أسلم بالخبر يعني وليس من باب أن أنا بأكد الخبر أو بن فيه خاصة أن الوزارة الخارجية الروسية نفت هذا الكلام بشكل رسمي أرسل هذه الطائرات لسبب معلن وهو دعم حفتر أو ده كلام اللي هات ألف الإعلام وطبعاً ليه دعم حفتر؟ عشان يبقى الطيران ده وتقدر يتمركز في شرق ليبيا لأنه لا دعم الوفاق الوطني معناه أن الطيران ده يتمركز في الغرب فبليه الروس عايزين يتمركز في شرق ليبيا لأن الروس طبعاً فهمين سياسة الصهينة لما آخر ما هيغلبوا في مسألة المكر ومسألة إقاع الفتن بين الترك وبين الليبيين ويفشلوا في إقاع الفتن بين الليبيين والليبيين ويفشلوا في الأمور دي كلها ويفشلوا في المصر حفتر سيلجأون إلى القوى العسكرية المباشرة والقاسية زي ما قال عدو الله السيسي القوة الغاشمة الباطشة طيب لما هما يلقوا الى هذه القوة ايه اللي في ايدهم ان هما يعملوه في ايدهم ان هما يحربوا ليبيا بكلاب سايكس بيكو يعني يدوا اوامر للسيسي انه هو يدخل انا كان عندي فيديو سابق ان هل يستعين الصهينة بالجيش الجزائري والجيش المصري في غزو ليبيا عندي فيديو سابق وهذا الكلام وكان تبون بتاع الجزائر كان بيعمل عملية تغيير للدستور وحطط من ضمن الفقرات ان هما هيسمحوا للجيش الجزائري بالخروج خارج الجزائر لدعم يعني لاداء مهمات تحت مظلة جامعة الدول العربية او تحت مظلة الامم المتحدة او تحت مظلة الاتحاد الافريقي والثلاث مؤسسات بيد الصهيونية العالمية يعني كأنه بيعايز يسمح للجيش الجزائري يخرج بره ينفس تعليمات صهيونية وينفس خطط صهيونية طبعا لو هما لجوا الى هذه النقطة مش هيقولوا للجزائريين ان الجيش بتاعنا خارج يدعم حفطر مش هيقولوا كده الجزائريين يعملوا ثورة جمدة وتحصل اضطلبات وممكن الحكومة تسقط وممكن الدنيا يعني العقد يفرط من يد الحكومة من يد فرنسا انما هيجيبوا سبب معنى شكله جميل ان احنا رايحين ليبيا ورايحين ليبيا عشان خاطر ايه ان احنا نوقف الدم وان احنا نوقف الفوضى دية ونوقف المهزلة ونساعد اخوانا ونعمل استقرار في البلد والكلام ده اللي هيتقال بينما في الحقيقة لما يروحوا الامور العملياتية بقى تبقى كلها شغل من تحت لتحت والاعلام هيخرص ممنوع الاعلام يتكلم انتوا عارفون الاعلام بيد الصهينة العرب او بيد الصهينة العجم فما فيش ولا واحد فيهم هيتكلم ولا واحد فيهم هيقول الحقيقة وتحصل المجازر ده بالنسبة للجيش الجزائري الجيش المصري بقى لا قانون ولا بتاع يعني الجيش الجزائري شوية بيتظهر ان فيه قانون انه هو يعمل حاجات زي كم انما الجيش المصري اعلى سياسة المعلم عقواء على طول يعني السيسي هيقولك ان احنا داخلين لحارب الارهاب وطبعا مجلس الشعب هيبصل موراب العشرة والشعب ما فيش حد قادر يتكلم لانه الناس اللي بتحرك المزارات كلهم في السجون والوقت السياسة القبضة الامنية الباطشة في مصر شغالة والناس خايفة ومقطوع التواصل بينهم وبين بعضيهم واستحالة رد الفعل فالسيسي هيطبق سياسة المعلم عقواء في الحقيقة مش محتاج الى عمليات التجميل اللي هيعملها الجيش الجزائري لذلك الروس والاتراك بيستعدوا لان هما يصدوا اي غزو يأتي الى ليبيا من الخارج هيقول لك اي حاجة لما هما يحبوا يعملوا غزو هيقول لك اي حاجة والصهاينا الامريكان هيقول لك والله احنا ضد الموضوع دو زي ما هما بيتبرقوا من الامارات الان ان كان حد فاهم ان امريكا مش قادرة توقف الامارات عند حدها يبقى حقيقة لازم يراجع تصوراته لان هذا التصور مش في محله امريكا بس تقول لأي حد من بتوعسها يجيس بيك تقول له بخ لازم يبخ على طول هي اصلا في الحقيقة كل افعال الامارات هي اوامر امريكية وشغل مخابرات امريكية وقلت لكم ان هما اعتادوا في الفترة الاخيرة ان هما يرتكبوا الجرائم بتاعتهم بيد عملائهم بدل ما يرتكبوها بايديهم بشكل مباشر ودي بالنسبة لهم افضل وارخص وحاجات كتير وما فيش مساءلات في الكونجرس الامريكي ولا في صحافة تتكلم ولا اي حاجة يقولهم والله مش احنا اللي بنعمل ده اللي بيدبح السيسي اللي بتدعم هي الامارات اللي مش عارفه احنا مناش علاقة اللي بيدعم ابن سلمان وبالطريقة لية الادارة الحكومية في امريكا تتبرق من اي مساءلة امام القانون الامريكي وهما اصلا مش سألين على اي حاجة نرجع لموضوعنا طبعا روسيا وتركيا والصين وطبعا معهم ايران في نفس الحلف لان هو ده سميه حلف الاخوة الاعداء سميه كده لان كل واحد فيهم ليه اهداف مختلفة تماما عن التاني ما فيش اي رابط ايدولوجي بينهم كلهم يعني بس جمعاهم مصلحة استراتيجية وهي التصدي للوحش الصهيوني وانا شبهت لكم الموضوع ده قبل كده قلت لك تخيل نفسك انك انت قاعد في غرفة والغرفة دي هتراح مهاجمها وحش ايه لا يحصل انتوا ان كنتوا قاعدين في الغرفة اربعة خمسة حتى لو بينكم مشاكل هتنسوا المشاكل وهتفكروا جميعا في كيفية التصدي لهذا الوحش وإلا لو ما عملتوش كده الوحش هيكلكم كلكم وهذا حلف شنغهاي بالتعاون مع تركيا لانها مش داخل الحلفة بشكل رسمي حلف شنغهاي بالتعاون مع تركيا بيتعاونوا مع بعض من هذا الباب لدفع هذا العدو والوحش اللي يفترس الجميع فلو ان روسيا ارسلت طائرات فعلا لحفتر الطائرات هتكون تحت السيطرة الروسية وقيادتها روسية وبتتلقى التعليمات من روسيا ومش هتقوم باي عمليات الا باوامر من روسيا فدي مسألة معروفة فهذا الكلام معناه بيقول يا جماعة مش هنسمح بغزو ليبيا مش لان الروس بيحبوا ليبيا لا لانه لو تم غزو ليبيا هيحبسوا الروس وهيحبسوا الاتراك في شرق البحر المتوسط من الجانب الشمال الشرقي للبحر المتوسط وبالتالي تتأمن قناة السويس وتبقى قناة السويس آمنة بشكل تام وما يقدرش حد يخش الحتة الدية وده طبعا موضوع هدف امريكي كبير فروسيا احتمال من الاحتمالات ان هي بعت الطائرات لهذا السبب او بعتت الطائرات لحفتر لهذا السبب وليس لقتال حكومة الوفاق الوطني ولو الموضوع لقتال حكومة الوفاق الوطني الامور هتظهر قريبا يعني مش بعيدة احتمال كذلك ان روسيا ارسلت هذه الطائرات وحطتها في الجانب اللي حفتر بيسيطر عليه والامور دي لان هي عايزة ضمان برجماتي من الترك ان هم مش هيخلفوا الوعود معهم يعني لو اقلفت الوعود معي بعد محكومة الوفاق تسيطر على ليبيا انا اقلب الطاولة على رؤسكم مرة تانية وانا قلت لكم يا جماعة مئة مرة قبل كده الناس دي لا تثق في بعضها البعض الناس دي عايزة ضمان برجماتي يعني انا اتفق معك على اتفاق وما اضمنش انك انت هتوفي ولا لا فلازم يبقى عندي ردع ان انا اردعك في حالة انك انت متوفيش يعني لو ما وفدش هتبقى الخسائر فوق رأسك اكبر من المكاسب اللي انت تحققها بالغدر والخيانة ولذلك هم يفكرون دائما في الضمان البرجماتي ولو حصل ضمان برجماتي مثلا بين الصين وامريكا يكلو العالم كله لو حصل ضمان برجماتي بين الروس والامريكان يفترس العالم كله لكن من تدبير الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء لا يثقون في بعضهم البعض وما فيش حد فيهم يقدر يوفر ضمان برجماتي يعني عملياتي يعني ردعي يعني الخائن يخسر بخيانته يخسر بخيانته اكبر من المكاسب اللي حققها من الخيانة فممكن ان اصلا تواجد هذه الطيارات لو فرضنا صحة الموضوع ان هي اصلا بتفاهم تركي مع حكومة الوفاق مع الروس من هذا الجانب والله طول ما الامور ماشي كويس وانتم موفيين معنا واتفاقاتنا ماشي زي الفل والامور دي احنا مع بعضين هتغضروا يبقى احنا كمان ايه هنغضر طبعا هذه المسألة يعني واضح وضوح الشمس بميش محتاجة شرح اكتر من كده واحب اذكركم بمسألة مهمة جدا انه هو المسألة الاستراتيجية بين تركيا وبين الروس اكبر بعشرات المرات من الخلافات الاستراتيجية اللي بينهم او من الخلافات المادية اللي بينهم لكن روسيا بتحاول ان هي تتعامل مع تركيا على ان تركيا يعني دولة يمكن هفأ نقدر مثلا نديهم على ادماغهم ونمشيهم تحت الابتساز والحاجات دي طبعا المحاولة والتانية والتالتة والعشرة فشلت الوقت الروس هم في حقيقة الامر اعتقد ان هم اصبحت عندهم قناعة تمة ان تركيا رقم صعب ويستحيل التعامل مع تركيا من هذا المنطلق وبالتالي لازم هم بقى يتعاملوا مع تركيا كذلك بشكل برجماتي يعني في منفع عامة لازم نحققها مع بعضينا انا ما اقدرش حققها الوحدية وانت ما تقدرش تحققها الوحديك بنتعاون بنحققها وبعدين ما بنخضرش وبنقسمها على النحو اللي احنا متفقين عليه وامور زي كده الشيء بالشيء يذكر طبعا في حشود تركيا بتخش كل يوم على الشمال السوري بس انا مش هقدر اقوله في الحلقة دي ان شاء الله اخلينا حلقة الوحدية يمكن خلال اليومين ثلاثة جيين لما يحصل يعني اتضاح للرؤية كذلك في الوقت كشف عن عمليات محاولات اغتيال اردوغان سابقة وانا بتبعها وان شاء الله اعملكم حلقات عنها باذن الله جزاكم الله خيرا اصلي الله وابارك على محمد ولنا لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته